بعد الكابوس الذي عاشته فرنسا دعا وزير الداخلية الفرنسي نظراءه في أحد عشر بلداً أوروبياً ووزير العدل الأمريكي للاجتماع وم بين الأهداف التي حققها هذا الاجتماع الطارئ والاتفاق على اتخاذ إجراءات لغربلة كل ما يدعو إلى الكراهية والعنف عبر الأنترنت الاجتماع توصل إلى إجماع على تجديد مراقبة الرعاية الأوروبيين خلال عبورهم حدود أوروبا بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي سنعزز مراقبة الرعاية الأوروبيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج نحن متفقون على وضع آلية لمراقبة معمقة لبعض الأشخاص وفقاً لشروط وضوابط إجرائية لكي نصل إلى هذا الهدف يجب إعادة موائمة نظام شنغين بضبط حركة عبور حدودنا التطورات الأخيرة ستسرع ولا شك اتخاذ إجراءات غير مسبوقة إجراءات كان البرلمان الأوروبي رفض الموافقة على بعضها لأنها تتعارض مع حماية الحريات الفردية للأوروبيين لأن بعض المراقبين يشكك في فرص التوصل إلى اتفاق مستقبلاً بين جميع البلدان الأوروبية المشكلة أن كل ما هو مقترح من إجراءات يتعارض في بعض الحالات مع سياسة بلدان معروف عنها أنها ديمقراطية ولبرالية وشديدة الحرس على حماية الحريات الفردية المفارقة أن كل القوانين المنتظرة ستحد من المشكلة ولا تحلها نهائياً بعد هذا الاجتماع سيلتقي جميع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة المقبل للتفاهم على تنسيق عمل الأجهزة الأمنية والتشريعات الأوروبية مما لا شك فيه أن القمة الأوروبية التي ستعقد الشهر القادم لبحث مكافحة ما يسمى الإرهاب ستتحول إلى مواجهة غير مباشرة بين الدول التي تريد منح جميع السلطات والصلاحية لأجهزة الأمن وبين الدول التي تخشى أن يؤدي إطلاق يد الأجهزة الأمنية إلى تجاوز الخط الأحمر أي المساس بالحرية العامة سنعزز مراقبة الرعاية الأوروبين خلال تنقلاتهم إلى الخارج نحن متفقون على وضع آلية لمراقبة معمقة لبعض الأشخاص وفقا لشروط وضوابط إجرائية لكي نصل إلى هذا الهدف يجب إعادة موائمة نظام شينغين بضبط حركة عبور حدودنا التطورات الأخيرة ستسرع ولا شك اتخاذ إجراءات غير مسبوقة إجراءات كان البرلمان الأوروبي رفض الموافقة على بعضها لأنها تتعارض مع حماية الحريات الفردية للأوروبيين لأن بعض المراقبين يشككوا في فرص التوصل إلى اتفاق مستقبلاً بين جميع البلدان الأوروبية المشكلة أن كل ما هو مقترح من إجراءات يتعارض في بعض الحالات مع سياسة بلدان معروف عنها أنها ديمقراطية وليبرالية وشديدة الحرس على حماية الحريات الفردية المفارقة أن كل القوانين المنتظرة ستحد من المشكلة ولا تحلها نهائياً بعد هذا الاجتماع سيلتقي جميع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة المقبل للتفاهم على تنسيق عمل الأجهزة الأمنية والتشريعات الأوروبية مما لا شك فيه أن القمة الأوروبية التي ستعقد الشهر القادم لبحث مكافحة ما يسمى الإرهاب ستتحول إلى مواجهة غير مباشرة بين الدول التي تريد منح جميع السلطات والصلاحية لأجهزة الأمن وبين الدول التي تخشى أن يؤدي إطلاعها